اهلا بكم إلى العالم هذا المساء نراشا قنديل هذه العنوين ترامب يجري مباحثات مع ناتنياهو وجانتس في واشنطن وخطة السلام في الشرق الأوسط على رأس جدول الأعمال الخطة جيدة للفلسطينيين وعليهم أن يرغبوا بها ربما لن يقبلوها في البداية لكن أعتقد أنها في النهاية ستحظى بدعمهم أي توافقات أمريكية إسرائيلية قد تخرج عن تلك اللقاءات بشأن ما بات يعرف بصفقة القرن وماذا عن الموقف الفلسطيني في هذا الصدد مجلس نواب اللبناني يقروا موازنة العام الجاري وسط مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين حاولوا تعطيل الجلسة الموازنة بأرقام خيالية اجت من الحكومة التي أسقطت الشعب اللبناني كيف اليوم بدون نقشوها مع حكومة بعد ما أخدت السئة نبحث في الجدل الدائري بشأن دستورية جلسة البرلمان مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في البلاد جدل في مصر بعد قرار المحكمة الإدارية بحظر اجتداء النقاب لعضوات هيئات التدريس داخل جامعة القاهرة نسأل حول تبعات هذا القرار وتأثيري على الشارع المصري أهلا بكم ما يعرف بصفقة القرن عادت إلى واجهة الأحداث وبقوة بعد إعلان الرئيس الأمريكي الكشف عن بعض تفاصيلها يوم غد الثلاثاء العنوان الأبرز كذلك هي مثلته للقاءات البيت الأبيض اليوم التي اجتمع فيها دونالد ترامب مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وباني كانتس زعيم حزب أزرق أبيض في إسرائيل ترامب وخلال الاجتماعين أكد أن خطته للسلامي في الشرق الأوسط ستحظى برضى الجميع في نهاية المطاف ملمحا في ذلك للموقف الفلسطيني الذي أعلن رفضه الكامل للخطة بل ووصفه لها بخطة تصفية القضية الفلسطينية كما جاء على لسان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتي نناقش ولكن بعد هذا التقرير بعد أشهر على إطلاق ما وصفت بصفقة القرن لإحلال السلامي في الشرق الأوسط توقفت خطة السلام التي عادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهر جاريت كوشنر بإغراءاتها ومحاذيرها خطة السلام التي شملت إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم الاقتصاد الفلسطيني واقتصادات الدول العربية المجاورة بدت حدود تفعيلها غير واضحة ربما بانتظار اتضاح الصورة لجملة المتغيرات التي عصفت ومازالت تعصف بالمشهد الإقليمي والتي هبت رياحها باتجاهات مختلفة كانت واشنطن قوة دافعة أو محركة لها الخطة جيدة للفلسطينيين وعليهم أن يرغبوا بها ربما لن يقبلوها في البداية لكن أعتقد أنها في النهاية ستحظى بدعمهم إنها جيدة لهم جيدة جدا لهم سنرى ما سيحدث من دونهم لا يمكننا إنجاز الصفقة وهذا ليس أمرا جيدا أود أن أشكركم على كل ما قدمتموه لدولة إسرائيل أنتم أعظم صديق لها في البيت الأبيض وغدا سنتابع على نفس الطريق أتشاهم الفلسطيني والعربي يقابله تفاول وإجمع إسرائيلي على أهمية مبادرة ترامب التي باتت توصف بالمنعطف التاريخي في إسرائيل فقد أعلن زعم تحالف أزرق أبيض الإسرائيلي بني جانس عن قبوله دعوة الرئيس الأمريكي لزيارة واشنطن من أجل مناقشة صفقة القرن وقال جانس المنافس الأساسي لرئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود بن يمين نتنياهو إن خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي ستدخل التاريخ لأنها تماهد الطريق أمام اتفاق تاريخي إقليمي وتسود التكهنات بين ترامب يسعى لضمان الجانب الإسرائيلي بكافة أطيافه السياسية مشددا على المكاسب والضمانات الأمنية التي تتضمنها خطة السلام قبل الخوض في حملة إغراءات وضغوط لا يبدو حتى الآن الجانب الفلسطيني بصدد الاستماع إليها إن هذه الخطة التي لا تعطي الأرض المحتلة لأهلها ولا تعترف بحدود عام 67 ولا تعترف بأن القدس أرض محتلة بل تعطيها لإسرائيل عاصمة لها وأصحابها يشنون علينا حرب مالية على وكالة الغوث للاجئين وتغلق مكتب فلسطين في واشنطن وتعمل على تجفيف المصادر المالية للسلطة ما هي إلا خطة لتصفية القضية الفلسطينية مراقبنا يرون أن ترامب وعلى طريقته عندما يتعرض لضغوط داخلية يقدم على اتخاذ خطوات كما كان الحال بقرار اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بهدف التشويش على إجراءات العزل التي اتخذها مجلس النواب الأمريكي والضجيج الذي ثار حولها وهو الأمر الذي دفعه للعزف على وطر خطة السلام لكن من وجهة نظر المتابعين للتطورات المتلاحقة في المنطقة يرون أن واشنطن باتت تعتقد بنرج المشهد لجهة تمرير صفقة القرن بعد انكشاف حدود الرد الإيراني على مقتل سليماني ووجود مؤشرات على تغييرات هامة في سوريا ولبنان أولا من واشنطن نستطلع مؤجرة اليوم في البيت الأبيض وما الذي ينتظر غدا الثلاثاء مع مراسلنا زميلي مراد بطل شيشاني موفد بي بي سي إلى هناك مراد مساء الخير ما الذي يجري في البيت الأبيض خصوصا أن الدعوة وجهت إلى صحيح رئيس وزراء الإسرائيلي بس كمان منافسي السابق بني جانتس ما الذي يحدث رشاجا الذي يحدث أن هناك إنهاء لحال التكاهنات والتخمينات التي كنا عشناها الأسبوع الماضي بإعلان غدا الخطة الأمريكية للسلام والتي تأتي مرافقة للشق الاقتصادي الذي طرح في المنامة والذي عرف بما يوصف بصفقة القرن اليوم رئيس وزراء الإسرائيل ورئيس حكومة تصريف الأعمال بني آمين نتنياهو قال بشكل واضح أو وصفها بصفقة القرن الذي حدث اليوم أن لقاء ترامب قائم كان على نتنياهو وبني جانتس بلقائن منفصلين وأشار بشكل واضح أنا قضية السلام هي أحد الصعوبات التي أحد أكثر القضايا العالقة التي يستطيع هو حلها وبالتالي هو يؤشر على رسالة داخلية نحن نتحدث الآن على هامش هذا تحدث هنا إجراءات عزلة ومحاكمة ترامب الأسبوع المقبل تبدأ الانتخابات التمهيدية في آيواء وبالتالي هذه فرصة لإرسال الرسالة للناخب في الداخل الآن محاولة إسرائيل في حالة من العقم السياسي إنجاز التعبير في حالة من الأزمة السياسية ثالث انتخابات ستجرى الآن في غضون قل من عام وبالتالي نحن نتحدث عن غياب الحكومة وبالتالي ترامب الآن في موقف يجب أن يدعو الطرفين لواشنطن هنا هذا من جانب لكن الملفت للنظر أيضا كان كثيرون أشاروا إلى غياب الطرف الفلسطيني بطبيعة الحال وبالتالي هذا يدفع إلى تساؤل إلى أين ستمضي خطة السلام هذا رغم أن ترامب اليوم تحدث في متمر الصحفية وفي لقائه مع نتنياهو أن عدد كبير من الدول العربية أو دولا عربية رحبت بهذه الخطة طبعا لم يسميها بطبيعة الحال فبالتالي نحن بانتظار تكشف عن مزيد من التفاصيل لأن هناك قضايا ترتبط بواد الأردن هناك مسألة اللاجئين أنا سمعت من أطراف فلسطينية وهذا سأتركه لزملائي هناك لكن فيما يرتبط بمسألة اللاجئين حق العودة كل هذه إذا لم تطرح في خطة السلام ولا يبدو أنها مطروحة بانتظار يوم غد طبعا لإعلان التفاصيل رشا لكن إذا لم تطرح في الطرف الفلسطيني غائب إذن كيف ستركب هذه المعادلة أين أطراف الرباعية أين الموقف الأوروبي كل هذه ستكون ردود الأفعال التي ننتظرها حتى نرى إلى مدى إمكانية تطبيق خطة هذا السلام هذه الأسئلة كلها تطرح اليوم في واشنطن كما أشرت علىها مشاهناك إجراءات عزل ترمب والأسبوع المقبل هناك تبدأ الانتخابات التمهيدية في معركة سياسية ضارية وبالتالي كل هذا يدور في إطار حلقات متصلة مع بعضها البعض رشا يجب أن تفهم في هذا السياق هو الواقع كل هذه الأسئلة تدور في حلقة الليلة في العالم هذا المساء ليس بس في واشنطن زميلي مراد بطل الشيشاني أشكرك شكرا جزيلا فتح لنا أفاق الحوار في هذه الليلة وطرح بالفعل أهم الأسئلة التي سندهب إليها شكرا لمراد من واشنطن ينضم إلينا للنقاش السيد بشار جرار الكاتب السياسي عضو الحزب الجمهوري الأمريكي أهلا وسهلا بك من القدس المحلل السياسي سيد شاول منشة أهلا وسهلا ومن رام الله المحلل السياسي الأستاذ جهاد حرب أهلا وسهلا بكم جميعا إذا بدأنا من واشنطن ربما ردة الفعل الأساسية تكون لدى الطرف الغائب اللي هو أهم الأطراف اللي هو السلطة الفلسطينية سيد جهاد حرب ما رأيك فيما يجري الآن واضح أن هناك إما تهميش للسلطة أو اعتراف بأنها هي لا تريد أن تكون جزءا من ذلك فهل خطوة لابتعاد عن ما يوصف بصفقة القرن خطوة حصيفة يعني أولا الإدارة الأمريكية هي استثنة الفلسطينيين من خلال إجراءاتها التي بدأت عام 2017 بالاعتراب بالقدس عاصم الإسرائيل ثم نقل السفارة والإغلاق مكتب منظمة التحرير وغيره من الإجراءات التي باتت معروفة لدى الجميع وبالتالي الإدارة الأمريكية عزلت إمكانية أن يكون الفلسطينيين شركاء في صفقة القرن على عكس كانت في بداية عهد ترامب أن هناك علاقة بين الفلسطينيين والإدارة الأمريكية يمكن أن تكون إيجابية في تلك اللحظة لكن للأسف الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية أدت إلى عدم قبول الفلسطينيين بأن تكون الولايات المتحدة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية وسيطا بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي امتدت على مدى 25 عاما تقريبا منذ عام 1993 إلى 2017 أو بداية 2018 كانت الإدارة الأمريكية هي الوسيط الأقرب إلى الطرفين وهي الوسيط الوحيد هو الواقع أنه منذ أوسلو وربما منذ أوسلو كان يقال أن الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها في هذه القضية ما رأيك أستاذ بشار جرار خصوصا وأن الاجتماع الذي عقد اليوم لم يأتي بالجديد بعدما حدث في المنامة وكان واضح أنه حتى الدول العربية التي تطبع مع إسرائيل سواء سرا ولا علنا تخشى أن تعترف بأنه هي مع صفقة القرن على الأقل خلال اجتماع المنامة أو ورشة المنامة كما كان يطلق عليه أعتقد كل ما سبق كل ما سبق يا سيدة الفاضلة صفقة القرن من تكاهنات وتسريبات يبدو أنها كانت مدروسة هي لإحداث ردود الفعل التي نحن بصددها الآن المشهد لا شك أنه مربك لأن هناك كثير من العنوين غائبة وكثير من العنوين تخرج أو تلمح إلى حلول لا ترضي الأطراف الرئيسية في هذا النزاع واليوم عندما قال ترامب بأن هذه الصفقة قد لا تعجب الفلسطينيين في البداية لكنها ستعجبهم في نهاية المطاف أعتقد أنه يستند إلى شيء ما الآن لماذا هذا الصمت العربي وهذا الاستياء الذي ظهر بصوت عالم فقط من الجانب الفلسطيني والأردني أعتقد لأن المخاوف تتهدد هذين الجانبين على وجه الخصوص الأردن والمكون الفلسطيني سواء كسلطة فلسطينية أو الشعب الفلسطيني بكل فصائله ومؤسساته بمعنى أن الآن كل ما نحن بصده الآن ليس أكثر من محاولة توقع ما هذه الصفقة التي يبشر بها الرئيس ترامب ويقول أنه غدا في منتصف يوم غد سيصنع التاريخ في هذه الصفقة أرى أن هناك جوانب لم يكشف عنها مظبوط بس ترامب في الفترة الأخيرة يحاول أن يجني أرض بالنسبة للناخبين في الداخل الأمريكي سواء بما حدث مع إيران سواء بما يحدث في سوريا إلى آخره هل يمكن أن يرى ذلك واجتماع اليوم تحديدا على أنه بس هو للاستهلاك الإعلامي أو للاستهلاك السياسي غزلي مع الداخل الأمريكي يفيده ربما يفيد هو راشا لا شك أن التوقيت له دلالة كبرى ولكن ليس ظرفيا لأن أنا أراه أنه استراتيجيا هذا التوجه استراتيجي لترامب قاله علنية حتى قبل وصوله إلى البيت الأبيض لأن التوجه الاستراتيجي لديه هو الانسحاب من الشرق الأوسط إنهاء الحروب المتواصلة وعدم صرف دولار واحد خارج الولايات المتحدة الأمريكية هو يقول صرفنا كأمة كدولة سبعة تريليون دولار على النزاعات والحروب ومحاربة الإرهاب في الشرق الأوسط وقد آل الأواني الآن وهذا ما فعله عمليا على الأرض أنه ألقى بهذه المسؤولية على شركاء محليين وعلى قوة دولية منخرطة بالشرق الأوسط وأقول في ذلك بشكل مباشر العراق سوريا منطقة الخليج محاربة الإرهاب بشكله السني الناصرة وداعش وإلى آخره من هذه التنظيمات والإرهاب الشيعي التي تمثل إيران والتنظيمات الموالية لها في منطقة المنطقة العربي برمتها هو ضرب الإرهاب ضرب أبو بكر البغدادي قام بتصفيته وتصفية المهندس وتصفية سليماني لأنه هذا هو التوقيت الاستراتيجي هي نهاية مرحلة إرهاب مكافحة الإرهاب كما يتأمل على الأقل وبداية مرحلة التأسيس لعلاقات سوية تقوم على المصالح الحقي للشعوب كما يرى ترامب وغدا لنظره قريب غدا سنفهم هذه التفاصيل طيب ولكن سيد شاول مناش محاولة استبدال العدو التقليدي في الشرق الأوسط الذي هو إسرائيل بإيران في هذه المرحلة لم يمنع دولا تطبع مع إسرائيل الآن وربما تجهر بذلك من أنه لا تعترف بأنها ستدعم هذه الصفقة إذا كانت فقية أوصل بكل ما كانت تحمل من آمال الآن تنتقد وفي العلن فما بالك بصفقة كهذه بعد نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس الأمريكية طبعا أعني سيدتي الصمت الذي تبديه الدول العربية بهذا الشأن له مغزى عميق ذلك أن الدول العربية المعتدلة وغالبيتها معتدلة هي تنتقد موقف الفلسطينيين الذين يكونون حاليا وكذلك منذ سبعين عاما جبهة الرفض جبهة الرفض العربية التي أنشاها صدام حسين بعد زيارة السادات لإسرائيل ماتت وقبرت واليوم جبهة الرفض الفلسطينية قائمة على قدم الوسع هو الواقع يا سيد من الشيء أنه جبهة الرفض العربية أسست ولو لم يكن بالاسم من قبل 48 وتعززت في 48 وهذه الفكرة النمطية لم تختلف لم تتغير على الأقل في وجدان الشعوب العربية هناك انفصال بائن بين التطبيع من الحكومات وبين الشعوب الرافضة لوجود إسرائيل بهذه الطريقة ما من شك أن الدول العربية تساند الشعب الفلسطيني وقضيته وتدعو إلى إقامة دولة فلسطينية والسؤال هو سياة الرض التي تنتهجها القيادة الفلسطينية إلى ما أدت إلى لا شيء ومن ثم النزاع العربي أو الفلسطيني الإسرائيلي هو بحاجة حاليا إلى منهج جديد نأخذ على سبيل المثال خطة ترامب لإحلال السلام هي ليست خطة أو قرار مفروض بالإملاء على الدول العربية وخاصة على الفلسطينيين وإنما هو مجرد مقترحات قابلة للنقاش ومن ثم فعل الفلسطينيين أن يستجيبوا لهذا النداء وأن يجلسوا مع الرئاسة الأمريكية وإسرائيل وأن يبدو انتقاداتهم وتحفظاتهم وما بالشك أن لهم صوت مسموع أما رفض هذه الخطة مسبقا ودون أن يدرسوها فهذا منطق غريب لا يمكن من وجهة نظر الفلسطينية نحن ناقشنا في السابق قضية أنه إذا كانت هناك اتفاقية لإحلال السلام فمن وجهة نظر الفلسطينية وربما حتى العربية ذلك غير قائم أصلا كيف يمكن الحديث عن فعاليات للسلطة الفلسطينية تستطيع بموجيبها يا أستاذ جهاد أن تكون فعالة ليس بس الشجب والتنديد ليس بس مقاطعة الخطة ليس أيضا كما أعلن الدكتور نبيل شعط في السابق ممثل رئيس فلسطيني أنه تصعيد ما وصفه بالمقاومة الشعبية غير المسلحة كل هذه قطوات الفلسطينيون عليها منذ ستين عاما ولم تذهب بهم إلى أي أمر عملي إيجابي أولا نريد أن نواضح أمراين الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن وسيطا نزيها لكن هي التي كانت تهيمن على مسألة الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيلين ثانيا الفلسطينيين يرون بالخطة البزمع إعلانها يوم غد أنه على شكل المقدمات تأتي النتائج ما قامت به الإدارة الأمريكية الحالية هي تدمير لجميع القواعد المتفق عليها سواء دوليا وقال القانون الدولي أو حتى القواعد الموجودة في الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية التي هي في أوسلو فيما يتعلق بقضايا الحال النهائي الحدود والقدس واللاجئين والمياه وغيرها من القضايا التي كانت مخصطة لها للبدء بمفاوضات الحال النهائي قبل عشرين عاما تقريبا أو قبل ذلك كان يفترض أن تنتهي قبل عشرين عاما هذه المفاوضات الفلسطينيون في ظني أنهم يستشعرون مخاطر الإجراءات الأحادية التي سيعلنها الرئيس الأمريكي دونالد تراب وهو في حضرته فقط اليمين الإسرائيلي بمعنى القيادة الإسرائيلية سواء في الحكومة أو في المعارضة حتى الآن وبالتالي الفلسطينيين سيتأخذون مجموعة من المسارات فيما يتعلق بمعارضتها أنا أسمع هذا الكلام كثيرا يا أستاذي الفاضل يا أستاذ جهد حرب أنا أسمع هذا الكلام كثيرا نسمعه منذ عشرين سنة تقريبا في هذه المهنة ما سمعته من كل المسؤولين الفلسطينيين أن هناك إجراءات ستتخذ أن هناك تنديد في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن فلسطين ستصبح دولة حينما يقر لها مسارات دولية للاستشكال أمام محكمة جرائم الحرب وغيره حتى هذه اللحظة لم يلقى الفلسطينيون إلا التجاهل التهميش الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالتالي ماذا بعد يعني ما الذي سيحدث نعم صحيح أستاذ رشهب هذه إجراءات ستتخذها القيادة الفلسطينية وهي مستمرة منذ سنوات منذ عام 2011 كان هناك عطافة واضحة لدى القيادة الفلسطينية فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل وكذلك في البدء بالمصاري السياسي على المستوى الدولي ومن ثم على المستوى الجنائي في ظني أن الفلسطينيين ينتظرون يوم غاد ليرو ما هو موجود في هذه الخطة صحيح أنهم يرفضون الخطة قبل إعلانها لأنهم لديهم خشية من الإجراءات التي اتخذت وبالتالي كما قلت قبل قليل على شكلة المقدمات تأتي النتائج هكذا يرى الفلسطينيون لكن القيادة الفلسطينية ستجتمع يوم غاد وترى ما هي الخطة الموجودة من قبل الإدارة الأمريكية ثانيا أن تنظيم وتأطير عمل المقاومة الشعبية هو واجب فلسطيني واتحاد المقاومة الفلسطينية ميدانيا بغض النظر عن الاختلافات السياسية هو واجب فلسطيني اليوم وفي ظني أن الأمور تسير بهذا الاتجاه وربما نحو الفجار في الحلقة مع الإدارة الأمريكية تحدث المصالح الفلسطينية الفلسطينية أولا لكي يمكن توحيد أي جبهة من أي نوع طيب كل النقاط التي حضرتك ترختها سيد هم استشعروا الخطر بل منذ بداية تولي دونالد ترامب مفاتيح رئاساتي طيب على كل أستاذ بشار جرار إذا ما نظرنا إلى فرض الأمر الواقع بالقوة وهو ما اتبعه دونالد ترامب منذ أتى بما يتعلق بالقضية الفلسطينية يمكن لذلك أن يفرض على الحكام العرب هكذا ما يقول على الأقل للرأي العام في الدول العربية بشكل عام إما ترهيبا أو ترهيبا بس أن يفرض على الشعوب العربية على الشعب الفلسطيني تحديدا هذا أثبت فشلا على مدار انتفاضتين والثالثة كانت في الطريق هل لدى الإدارة الأمريكية خطة أذكى من أن يفرض الأمر على الفلسطينيين بالقوة أعتقد يا سيدتي أن الكلمة التي لم تكن أعتقد زلة لسان بتصريح الرئيس ترامب اليوم عندما ختم كلامه عن قبول أو رفض الفلسطين عندما قال أن الحياة ستستمر يعني أنا كصحف عندما ألتقت هذه الإشارة هو يقول أننا ماضونا في هذه الصفقة ولدينا دول عربية مؤيدة يبدو أنها كانت تؤيد بالسر وتدريجيا ستجد البوصل الإعلامية لوسائل الإعلام التي تعمل بقرارات سياسية سوف تختلف تدريجيا نحن نرفع هذه المناعة وأشارت حضرة قبل قليل بأسى نحن نسمع هذا الكلام منذ عقود أكثر من عشرين سنة وهي هذا المنطق منطق العبثية والعدمية والرفض لشغل الرفض أنا لا أقول دفاعا عن هذه الصفقة أنا أؤيد المنطلقات التي تقوم بواقعية برفض كل ما سبقها من أفعال أنا شخصيا أرى الصفقة أنها فعلا فرصة هي فرصة لماذا؟ لأن الحال الذي وصلت عليه المنطقة بأكملها هناك حالة استنزاف للموارد هناك حالة طغيان للفساد قلاقل حروب أهلية صراعات إثنية البيئة مهيئة لتغيير حقيقي وجذي الآن نحن على مفترق طرق هل نبقى نقول بمنطق الرفض الذي أوصلنا إلى هذه الكارثة منذ للأسف رفض العرب والمسلمين للاستماع للملك عبد الله الأول رحمة الله عليه عندما قال أن قرار التقسيم وأن نعيش عربا ويهودا ومسلمين ومسيحيين في هذه الأرض المباركة رفضوا هذا المنطق والآن هذا المنطق الرفض وأنا اتفق مع ما قيل قبل قليل من الأخ من الش بأنه للأسف هذا منطق الرفض هذا اللي أدى للوضع الذي نعاني منه جميعا لاحظي سيدتي أن الحالة الآن من الإحباط هي ليست فقط شعبية هناك حالة من الإحباط لدى الحكومات لدى المسؤولين إن صدقت المقولة أن عباس أمس الرئيس الفلسطيني أو رئيس السلطة الفلسطينية وكان في حالة حزن الشديد وهو الآن في هذه الحالة من أوصل من أوصل هذا سؤال كبير من أوصل الجانب العربي والفلسطيني تحديدا إلى هذا الواقع هي سلسلة من القرارات الكارثية بدأت برطة تقصين وقرار 74 إلا هو الاعتراف في منظمة التحرير ممثلة شرعية ووحيدا وفك الارتباط الإدارة والقانون تمام بس كمان نستمع إلى أصوات فلسطينية قوية في هذه الأثناء وأيضا منذ سنوات تتحدث عن أن الذي أوصل أي كان من هو الذي يشعر أو يستشعر الإحباط واليأس اليوم من الجانب الفلسطيني هو ذاته اتفاقيات وتفاهمات أوصل والتي وافق عليها الرئيس الراحل عرفات على كل سيد شؤول من الش الحالة التي تفرض الحالة المرتبطة بفرد بس لحظة سيد شؤول من الش الحالة التي ممثلة هي في صفقة ما يعرف بصفقة القرن المرتبطة بشخص تزول بزوال الشخص لو اختفى دونالد ترومب لأي سبب من الأسباب هذه الصفقة هي في عداد الموات كما كانت كل مشاريع باراك أوباما على الرغم مما كان يرى فيها على الأقل محاولة الموازنة بين الطرفين نتشجب للاستيطان إلى آخره كل ذلك ذهب هباء مع أوباما لما ذهب إذا ذهب دونالد ترومب ليس هناك من صفقة قرن وليس هناك من سلام وهو نفسه لم يستطع أن يفرض هذا السلام بالتأكيد صفقة القرن جاءت وهذا ما يؤكده كبار المراقبين في إسرائيل جاءت لتنقذ زعيمين نتنياهو من ثلاث لوائح اتهام بالفساد والرشوة وهو بزيارته الحالية للبيت الأبيض يريد أن يقنع الشعب الإسرائيلي ها أنا أحاول أن أنفذ نقلة تاريخية تجلب السلام وأنتم المعارضون في إسرائيل مشتغلون بالتفاهات لإزاحتي وكذلك الرئيس الأمريكي ترامب الذي يواجه تحديات الإزاحة من منصبه يريد أن يظهر أمام الشعب الأمريكي وخاصة هو على بوابة الانتخابات بأنه يصنع السلام وأنا أتفق معك أنه هذه الخطة يعني جاءت لخدمة أغراض شخصية لزعيمين ومن الناحية الأخرى هذه الخطة هي ليست خطة مفروضة بالإملاء بالقوة كما ذكرتم وهذا بدليل ما ذكره أحد المساهمين في هذا النقاش بأن الرئيس الأمريكي قال مساء اليوم إذا قبلوها أهلا وسانا وإذا رفضوها فإن الحياة سوف تستمر على كل حال كما رفضوا نقل السفارة وتم الاستجابة إلى هذا الرفض على كل هذا مثال عن كيف سننتظر غدا إعلان التفاصيل عن ما يسمى بصفقة القرن وسيكون لنا نقاش آخر في العالم هذا المساء من واشنطن السيد بشار جرار الكاتب السياسي عضو الحزب الجمهوري الأمريكي أشكرك شكرا جزيلا من القدس المحلل السياسي شؤول منشة شكرا جزيلا ومن رمالله المحلل السياسي الأستاذ جهاد حرب أشكركم جميعا شكرا جزيلا العالم هذا المساء متواصل مع حضراتكم فيه أيضا مجلس الواب اللبناني يقر موازنة العام الجاري وسط مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين حاولوا تعطيل الجلسة جدل في مصر بعد قرار المحكمة الإدارية بحضر اجتداء النقاب لعضوات هيئات التدريس داخل جامعة القاهرة نسأل حول تبعات هذا القرار وتأثيرها على الشارع أصرب أنا أيام حكم الإخوان أنا اللي قلت له في التليفون قلت له ما تجيش دلوقت طلع في الشميرة بالفعل كان جلستي جاءت عيني في عينه قال لي أصدقك القول لو ما عدموا بهاي الليلة صدام انأخذ وعبر العراق مشي صاوبين اللي يمشي يمشي تلوسيادة الرئيس اللي لي ما سلم بالإيد المشهد مع جزال خوري في لبنان أقر البرلمان مشروع موازنة عام 2020 في جلسة واحدة وسريعة شابها جدل كبير بشأن دستوريتها كان من المقرر أن تستمر مناقشة الموازنة ليومين لكن رئيس مجلس النواب أصر على إجراء التصويت من دون مناقشة طويلة وذلك تخوفا من أن يتمكن المتظاهرون من عرقلة مصاري الجلسة إذ إن عددا من المتظاهرين حاولوا منع النواب من الوصول إلى البرلمان ووقعت اشتباكات بين عدد منهم والقوى الأمنية التي انتشرت بشكل كثيف مواكبة للجلسة وأقفلت معظم المداخل إلى منطقة مجلس النواب عادي في لبنان اليوم كل محاولات عرقلة انعقاد جلسة مجلس النواب أفشلتها القوى الأمنية انعقدت الجلسة وصوت النواب على مشروع موازنة عام 2020 ولكن لماذا أظهر المتظاهرون كل هذه الاستماتة لعرقلة انعقاد هذه الجلسة هي الموازنة أصلاً موازنة بأرقام خيالية اجت من الحكومة التي أسقطت الشعب اللبناني كيف اليوم أريد أن نقشها مع الحكومة بعدما أخذت السئة هذه المسألة ليست فقط سياسية إنما أيضاً دستورية فالحكومة الجديدة تبنت مشروع موازنة الحكومة السابقة كما هو وانعقدت جلسة التصويت على الموازنة قبل حتى جلسة منح الثقة للحكومة التي يفترض أن تنفذ بنود الموازنة هذا ما عدا موضوعاً نفئة كبيرة من المتظاهرين ترفض هذه الحكومة من أصلها ولا تعتبرها مستقلاً الموازنة أنا برأيي اليوم الحوادث على الأرض صبقتها يعني ما علع كتير معنى ما علع كتير معنى على الأرض لأنه لأنه مش عم بيقدر يدفعه يعني مش عم بيقدر يدفعه المبالغ اللي يجب أن تندفع مش عم بيقدر يدفعه السعر الصرف الليرة نزل يعني حتى حتى الدين اللي بنحكى فيه بيقول 86-87 مليار دولار اليوم بسعر الصرف هذا 69 مليار دولار أو أقال حتى جلسة اليوم كانت مليئة بالرمزية هي أول جلسة عامة تنعقد في البرلمان منذ بدء الحراك قبل أكثر من ثلاثة أشهر هي أول جلسة يحضرها رئيس الوزراء الجديد كانت امتحاناً لتعامل القوى الأمنية مع المتظاهرين الآن وقد تغيرت الحكومة كما أنها امتحان لصلابة الحراك ولمدى تمايز الحكومة الجديدة عن الحكومة السابقة في الشكل لم يتغير الكثير وإن كان البعض يقول إنه من المبكر الحكم على الحكومة ويجب إعطاؤها بعض الوقت وإن كان أحد في البلاد لا يملك طرف الانتظار من بيروت ينضم إلينا السيد شاربل قرداحي الخبير الاقتصادي أهلاً وسهلاً بحضرتك وأيضاً من بيروت أستاذ الاقتصاد بالجامعة اللبنانية الدكتور جاسم عجاء أهلاً وسهلاً بكم أستاذ شاربل الموازنة التي تم إقرارها قبل عامين متتاليين لم يقدم في آخر هذه الأعوام كشف حساب للشعب اللبناني ذات الحكومة السابقة التي أقرت الموازنات هي من تقر موازنة اليوم وسط كل ما يجري من تظاهرات اعتراضاً على أداء هذه الحكومة هل هذا قرار برلماني سليم؟ أكيد هذا قرار سليم للغاية لأنه شو الخيارات الموجودة؟ نحن أمام موازنة قعدتها حكومة استقالة بزيت الوقت في عنا حكومة جديدة عم تحضر عن هذه الموازنة بس هذه الحكومة الجديدة لم تحضر الموازنة ولم تعمل عليها وبنفس الوقت لم تنى القصقة من نقطة تالتة الدستور اللبناني يفرض بشكل كثير صريح وواضح أولوية مناقشة الموازنة وإكرارها قبل أي شيء آخر أمام هذه العملية نحن أمام خيارين يما نحترم الدستور اللبناني الزمية الموازنة تقر الحكومة الموازنة يما الحكومة لا تقر الموازنة وبهذه الحالة إذا أخذنا وجهة هذه النظر هي تصرف على أساس موازنة 2019 اللي هي أسوأ بكثير من الموازنة اللي حضرتها يما اللي أكررت اليوم فشو كان الحال الحال أول شيء كان باحترام الدستور وبإكرار الموازنة اللي هي أفضل موازنة 2019 وإم لم تكن غير كافية وفور حصول الحكومة على ثقة المجلس النيابي وأعداد خطة مالية إنقاذية وهذا الشي يمكن بده ستة لسبع أسابيع ساعة التعديلات اللي لازم تدخل على الموازنة بتبعتها مثل مقار رئيس الحكومة الحكومة بمشاريع قوانين تعدى الموازنة وفقاً إليها نكون احترمنا الدستور ما صرفنا على أساس موازنة 2019 اللي هي أبداً مميحة مقارنة مع هلأ وبذات الوقت أدخلنا التعديلات اللي لازم تدخل على هذه الموازنة ده في حالة أن يكون هناك ثبات للأداء للحكومة إنه اللبنان الآن يعيش واقعاً ثورياً وعلى كل أستاذ الاقتصاد بالجامعة اللبنانية دكتور جاسم دكتور جاسم لافت اليوم أنه حتى المعارضين كانوا لقانون أو مشروع الموازنة أتحدث عن كتلة المستقبل الحزب التقدمي الاشتراكي خضروا الجلسة لتكملة النصاب ما الذي يعنيه ذلك؟ لأنه سمعنا في التقرير وهو انطباع سمعته من بعض اللبنانيين كثيرون ولا قليلون إنه لا أحد يملك رفاهية أن يسوء الوضع أكثر مما هو عليه يعني أنا باعتقادي سيدة الكريمي أنه في حسابات سياسية معينة كمان يعني إن كان تيار المستقبل أو الحزب الاشتراكي كمان العلاقات اللي بتربط اللي بتربطهم مع الرئيس بره هي علاقات قوية وبعتقد أنه أكثر حضروا الجلسة بالموني والدليل أنه أحدهم اعترض والآخر تغيب عن التصويت يعني ما صوت على الموازنة ولكن بالمطلق هذه الموازنة هناك اعتراف من قبل النواب من كل النواب وحتى من رئيس لجنة المال والموازنة أنه لا تعكس الواقع الحقيقي الواقع المالي الحقيقي وخصوصا مع تراجع الإيرادات واللي من المتوقع إذا استمر الوضع متأزم على هذا النحو أنه أكيد تتراجع الإيرادات أكثر نحن نعرف أنه فيه انكماش اقتصادي وهذا الأمر يعني أنه العجز نسبة للنتج المحلي الإجمالي والدين العام نسبة للنتج المحلي الإجمالي سيرتفع بمستويات كبيرة لذلك أكيد المخارج الدستورية ليس أنا اللي بقدر جاوب عليها ولكن كان من المفضل أنه هذه الموازنة تحوي على خطة الحكومة الجديدة لأنه هذا أمر كتير مهم وأصلا شفنا اليوم بأسواق لندن سندات الخزينة تراجعت مع العلم أن المفروض أنه كان لازم يصير العكس إقرار موازنات هو شيء إيجابي وكان لازم ترتفع السندات الخزينة إضافة إلى ما تقول حضرتك أستاذ شلبر قلداحي بعد ما استمعنا إليه الآن من ظواهر تبدو للضيف ولمعارضين كثر أنه لا يوجد بها تغيير عن الأمر الواقع وهو أصلا مرفوض من الشارع اللبناني لما يكون هناك مواجهات حول إقرار هذه الموازنة في الشارع المحيط بالبرلمان تصفر عن مقتل ملاقله أعتذر عن إصابتي ملاقله عن 27 شخصا يعني ذلك أن مجلس النواب المفاوض من قبل الشعب لاتخاذ القرارات غير مطروحة فيه الثقة على الأقل من قبل مشهد الشارع المتظاهر هل هذه موازنة يمكن أن تقر في هذه الظروف؟ سؤالك لأيلي؟ مظبوط تفضل حضرتك لا أكيد يجب أن تقرر الموازنة نحن قطعنا بمرحلة طويلة 12 سنة تقريباً في لبنان كان فيها مخالفة كبيرة للدستور والانتظام المالي تحقق بدءاً من العام 2017 هذا إنجاز كثير سمين للحكومات اللبنانية المتعاكبة أنه أنجزت موازنات بعد 12 سنة من التفلط المالي ومن ثم الحسابات المالية للدولة اللبنانية رجعت تركبت من أساسها منذ العام 1993 من الخطر جداً أنه نرجع لعدم الانتظام الذي حكم الممارسة والإدارة اللبنانية ما يشكو منه اللبنانيون الآن ومنه المتظاهرون جزء كثير كبير منه إجا من اللي جربها 12 سنة اللي ما كان فيه إشراف وما كان فيه موازنة وكان فيه صرف خارج الموازنة من دون أي مسوغ قانوني هلأ اليوم فيه انتظام للدستور هذه الموازنة أكيد ما تفضل الدكتور ما بتعكس الإرادات يعني الإرادات تراجعت بفعل الأزمة الاقتصادية ما بتعكس النفقات اللي نحن بحاجة ندخلها بالأشهر القادمة اللي هي بتتعلق خاصة بشبكات الحماية الاجتماعية لأنه مستويات الفقر والعازي رح ترتفع مع ناس كتير عم تفقد وظيفة هي أكيد ما بتعكس مستوى الدين العام اللي عم بيرتفع ولا مستوى العجز اللي عم بيرتفع بس هذه الموازنة بتحط إطار إطار أقل من هلأ لا تكون خطة المالية الاقتصادية الإنقاذية أعدت في إطار ما بتقدر تخرج برات الحكومية ومن ثم كمين ذات النظام المحصصي الذي شهدناه في السابق حتى لو تحدثت عن حكومة تكنقراط إذا لم يكن هناك عدالة انتقالية محاسبة لـ 12 عاما حضرتك وصفتهم بأنهم غير منضبطين في الأداء المالي والاقتصادي هذا يعني أنه لا خطوة إلى الأمام نحن في المربع رقم واحد والدليل هو فرض القيود على أموال المدعين وتراجع سعر الليرة الذي حضرتك ترجعه إلى أزمة سابقة ليس لها علاقة بالعوامل الثلاث الفائتة نعم بس عدم إكرار الموازن اليوم شو كان يقدم شو الإفادة شو الإفادة اللي يقدمها للوطن شو الإفادة اللي يقدمها للأصوات ربما تشكيل حكومة الأول لأستاذ شربل تشكيل حكومة التكنقراط أو الإنقاذ طرح الثقة في هذه الحكومة حل مجلس النواب ربما وإعادة تشكيله تغيير الدستور في بعض مواده يعني إجراءات إصلاحية وبعدين تقر الموازنة من يقر الموازنة لا لا أبدا تخطي الدستور منه عمل إصلاحي حل مجلس نيابي عمره سنة انتخب من أكثر من سنة منه عمل إصلاحي هذا عمل تخريبة هذا عمل بهدم أساس الوطن إذا فيه ناس وفيه منهم منهم مبسوطين بهذه الحكومة يقدروا يعملوا مع نوابهم لعدم أعطاء الثقة بالمجلس النيابي يما يقدروا يحضروا حالهم ليروحوا للانتخابات القادمة بعد سنتين ونص وينتخبوا نواب ممثليهم بس نحن نجي نخرب ما تبقى من البنيان بالوطن من البنيان المالي والاقتصاد نحن بأزمة كتير كبيرة ونمشي بلد بلا دستور هذا كلام مردود ومرفوض هذا كلام يخذنا على الهاوي وما في نقبل فيه أنا كلبناني كلبناني حر كلبناني بأؤمن بالديمقراطية كلبناني عندي خوف على بلد عندي خوف على ودائع الناس عندي خوف على أعمالهم هذا الكلام ما بوديني إلا للنتيجة العكسية هذا كلام صادر من القلب بس هذا كلام يتعاكس مع كل مصالح اللبنانيين واللبنانيات البلد ما بقى بيحمل يمشي بدون موازنة الموازنة منا منيحة أكيد منا منيحة أستاذ جاسم مرأي حضرتك في الواقع إقرار الموازنات هو عمل سيادي بامتياز عادة هذا الموضوع بيكون قانون من خلاله بتنظم الدولة سيادتها المالية على أراضيها وبالتالي شغلة كثير مهمة الموازنات يعتبر من أهم القوانين التي يصوت عليها بشكل منتظم في المجالس التمثيلية لذلك نحن باعتقادنا أنه إقرار الموازنة هو أمر مهم ولازم يتم بشكل مثل ما أقوله أساسي وأكيد والاعتراض ليس على إقرار الموازني بقدر ما هو اعتراض على إقرار ما يوجد داخل الموازني شخصيا أنا كنت بفضل أنه أقله حتى من خلال لجنة المال والموازني يتم تعديل مواد الموازني بشكل يعكس بطريقة أقرب الواقع حتى ولو كان الواقع هذا مؤلم حتى يكون في شفافية بعمل الموازني أن يجري أن يكون هناك محاسبة مالية في البداية ما الإجراءات التي يمكن أن تتخذ فيه فحوى الموازنة إذا كان المبدأ نفسه مرفوض من قبل المتظاهرين من يصوت عليها موعد تصويت عليها إلى آخره سيدتي الكريمي هون بدي أفصل نقطتين إذا بتسمحي لي اعتراض الشارع وهو اعتراض محق لأن الموازني لا تحوي على خطة واضحة لمكافحة الفساد تنعكس أرقاما في الموازني وهذا حق ولكن بدي أفصله عن هذا الشق هذا بدي أفصله عن الموازني بحد ذاتك أرقام اليوم الموازني ذكر ضيفك الكريم أنه في عندك الإرادات يعني الإرادات بطلت من ناسبي يلي متوقعينه كإرادات ما رح يتحقق الإنفاق في عندنا إنفاق إضافة رح ينضاف وصرنا منعرف أقله جزء من هذا الإنفاق أنا كنت بفضل بواسط لجنة المال والموازني بالتعاون مع الحكومة الجديدة يكون في عمل تغييري بقلب أرقام الموازني تحتى الموازني تقرب أكتر للواقع اليوم الأسواق بتعرف بشكل واضح أن هذه الموازنة هي موازنة يمكن أكثر لإرساء الانتظام الدستوري أكثر من ما هي موازنة بتعكس إدارة بلد مالياً واقتصادياً واجتماعياً أستاذ قرداحي هل من تعقيب أخير لو سمحت لا أتفك أتفك مع الدكتور أكيد هذه من الموازنة الإنقاذية نحن بس بدنا نذكر أن هذه الموازنة أعدت بالجزء الأخير من شهر تشرين الأول أكتوبر 2019 كثير تطورات دراماتيكية على الصعيد المالي حصلت من هداك الوقت اليوم المطلوب خطة أكبر بكثير تتناول السندات الحكومية اللبنانية ومستقبلها تتناول الفائدة التي مفترض الإبتصاد يتحملها وتتناول معدلات النمو خطة إنقاذ يمكن دعم للمؤسسات المالية وخطة حماية للشبكات للحماية الاجتماعية لأنه كمان مثل ما حكينا مستويات الفكر باتفاع مضطرد خلال الأشهر الأربعة الماضية شكرا جزيلا لضيوفي أساد شرب القرداحي الخبيل الاقتصادي من بيروت منضمن إلينا أشكرك شكرا جزيلا ومن بيروت أيضا أساد الاقتصاد بالجامعة لبنانية الدكتور جاسم عجاء شكرا جزيلا لكم في مصر أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا غير قابل للطعن بحظر ارتداء النقاب من قبل عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة القرار القضائي الذي أثار جدلا كبيرا في الشارع بين مؤيد ورافض استند إلى حكم سابق لمحكمة القضاء الإداري في يناير كانون الثاني 2016 كان قد أيد قرار رئيس جامعة القاهرة آنذاك بالحظر قالت المحكمة في حينه أن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولكن قانون تنظيم الجامعات ألزم أعضاء هيئة التدريس بالتمسك بالتقاليد الجامعية وأن لا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وهما يتناقض مع ارتداء النقاب بحسب المحكمة تقرير الزميل عطية نبيل من القاهرة أولا لم يعد مسموحا لعضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة ارتداء النقاب بعد الآن السبب أن المحكمة قضت بشكل نهائي بات بحظر ارتدائهن للنقاب تأييدا لقرار الجامعة الصدر قبل أكثر من أربع سنوات قرار الجامعة طعن ضده ثمانون من عضوات هيئة التدريس بالجامع الرئيس السابق لجامعة القاهرة يقول إنه لم يتخذ القرار بناء على أي اعتبارات أملية أو دينية كان لأسباب تتعلق بالعملية التعليمية وليست لها ظل ديني أو حتى أمني نحن جامعة المفروض أنها تهتم بالعملية التعليمية العملية التعليمية جزء أساسي فيها التواصل بين عضو هيئة التدريس وبين الطالب كل ما يعيق هذا التواصل يعيق العملية التعليمية المحكمة أوضحت أن لجامعة القاهرة الحق في اتخاذ مطاره مناسبا في سبيل تحقيق التواصل المطلوب بين الأستاذ والطالب الجامعي غير أن محامي مقدم الطعون استندوا إلى أن قرار حضر النقاب يتعارض مع الحرية الشخصية ومنها حرية ارتداء الأزياء التي يكفلها الدستور القضية بالنسبة لنا كانت قضية حريات بالدرجة الأولى نستهدف من خلالها السعي إلى تمكين المرأة من أن تستخدم ما تراه مناسبا من السياب طالما أن الأمر لا يتعارض مع الأدام العامة أو النظام العام المعمول بفي الدولة المصرية رغم صدور القرار ورغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري وهو حكم مشمول بالنفاذ المعجل أن الجامعة لم تنفذ القرار وبالتالي فمسألة أن يصدر حكم بات نهائي يؤيد ما سبق وأن صدر من أحكام إنما هو تحصيل حاصل من وجهة نظرنا لن يؤثر على استمرار عملهن في شيء المحكمة أوضحت في حيثيات حكمها بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدرس إلى أن جهة الإدارة يمكن أن تفرد زياً محددة مستشهدة بزي القوات المسلحة وهيئة الشرطة أو أي ضوابط أخرى تراها وسبق أن أصدرت دار الإفتاء المصرية أكثر من فتوى أكدت خلالها أن النقاب ليس فريضة إسلامية وأنه مجرد عادة أخذت من تقاليد بعض الدول النقاب ليس فرضاً واختلفوا في النقاب هناك من قال واجب وهناك من قال ونقول المعتمد عندنا أنه عادة عند العرب والأصل الحجاب الحجاب هو الفرض ترتدي نسبة كبيرة من المصريات الحجاب وهو غطاء للرأس أمر مألوف ومعتاد بين المصريين بينما تفضل نسبة ضعيلة منهن ارتداء النقاب الذي يغطي الوجه بالكامل وهو أمر ليس محظوراً في الشرع المصري لكن بعض مؤسسات الدولة تنظم ارتداءه وبعضها يحضره تماماً أطي نبيل بي بي سي القاهرة عن هذه المعضلة معضلة التعامل مع الطلاب في الحرم الجامعي في مقابل الحرية الشخصية وديل نقاشي الآن من القاهرة مع الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام محامل منتقبات من عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة أهلاً وسهلاً بحضرتك وعبر الهاتف من القاهرة الدكتورة مجدى ونيم الباحثة الأكاديمية أهلاً وسهلاً بحضرتك دكتور أحمد أنتم استندتم في الدفاع عن المتضررين من هذا القرار إلى جوانب الحرية الشخصية في ممارسة العقيدة المحكمة قالت أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي إلى آخر الديباجة إلا أن هذه الحرية تحمل قيوداً تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات الإدارية فما قولكم في ذلك؟ نعم بالفعل ربما هذا ما جاء في حكم المحكمة محكمة القضاء الإداري لكن هذا الأمر ربما يكون يظهر في ظاهره أو يبان في ظاهره أنه كلام صحيح أو مطابق للواقع أو مطابق لأحكام الدستور المصري إلا أن الحقيقة أن الأمر على خلاف ذلك لأن تقرير هيئة المفاوضين الذي استندت إليه المحكمة في حكمها المطعون عليه هو أن الأمر يتعلق بيه تطبيق نص القانون وتحديداً نص المادة 96 ونص المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات والمادتين دون لم يتحدث أي منهما عن النقاب أو منعه أو حظه مادة منهم بتتكلم عن حق رئيس الجامعة في أن يصدر بايراه مناسباً من قرارات لإدارة الشؤون الجامعية والنص الثاني بيتكلم على أن الزي المعتبر داخل جامعة القاهرة لعضاء التدريس هو لبس الروب فوق ملابسه وهذه الأمور لا علاقة لها بالنقاب لا من قريب ولا من بعيد وأن تطبيق القانون على الوقع أو على القرار الخاص بحظر النقاب ومحاولة إلبس هذا القرار بأنه قرار قانوني هو أمر يخالف القانون ويخالف الدستور لأن قرار رئيس الجامعة ربما إن كان بني على اعتبارات تعليمية يحاول من خلالها أن يزعم أن المسألة تتعلق بتحقيق التواصل بين الطالبي والأستاذ وأن النقاب يحول دون تحقيق هذا التواصل أمر غير صحيح على الإطلاق لأن التواصل وفقا للمعايير والمفاهيم الدولية والمفاهيم المختلفة في العلم والمفاهيم المتطورة في التكنولوجيا الحديثة الذي يحدث فيها التواصل بين الأفراد دون أن يرى بعدنا البعض خلينا نستطلع وجهة نظر الدكتورة مجدة كمان في هذا الأمر الدكتورة مجدة للسادة اللي هم غير المصريين أو غير المطلعين حتى على القانون المصري المادة التي يشير إليها الأستاذ المادة السادسة والتسعين من قانون تنظيم الجامعات تنص على في جانب منه تدعيم الاتصال المباشر للطلاب ما يعني أن لا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك أن الأنشطة الجامعية الدكتور يتحدث الأستاذ يتحدث عن أنه ذلك لا يمس بالنقاب لا من قريب ولا من بعيد ما رأيك الدكتورة مجدة ولكن رأي واضح في هذه القضية أكاديميا ولأن لي رأي واضح أولا شكرا على الاستضافة الصوتية اسمحي لي بمقدمة قصيرة جدا أننا أحترم تماما المنتقبات الزميلاتي كأستاذة جماعية ولا أشعر بشماتها أنا واحدة ضد النقاب حقا كفكرة ولكن أشعر تماما بما هم فيه بهذا الحق الشيء الثاني أننا أرجو أننا مع رؤيتي أن هذه قضية اجتماعية مهمة وقضية ديها صدف المجتمع المصري إلى حد ما إلا أننا لابد أن نضعها في سياقها لأننا أكاد أشعر بالخجل بعد الكلام اللي كان موجود في بداية حلقة حضرتك وأنا أناقش القضية هي من فروع فروع الدين وبالتالي نحن لا نناقش قضية دينية دكتورة مجدا نحن نناقش قضية الحرم الجامعي ومظهرية وتعامل الأساتداء مع طلابهم بالضبط تظل مهمة ولكن طبعا أحطها في حجمها أنها لا قضية دين من الأصول ولا قضية حياة أو موت هي قضية بطبعها فرعية وأنا لست مؤهلة ولا للإفتاء في الدين ولا للحديث الفقهي ولذلك حضراتكم ضيفية والحقيقة ولا القانوني لأننا أتكلم عن نص مادة مع محامي ما ستنص عليه المادة أنا أتكلم من حيث المبدأ من حيث المبدأ أرى أن الجامعة بالتأكيد من حقها أي حتى حفلة بتحط دريس كود يعني من حق الجامعة أن تنظم المظهر الداخلي بلا شك لا تطور أبدا أن الحريات ستتعرض مع ذلك يعني لا يوجد أحد سيذهب للجامعة بالبيجامعة أو أستاذ بجلبية هذا لا يتعرض مع الحريات إنما يهمني ما قاله الأستاذ الدكتور أحمد مهران في عملية التواصل والمفاهيم الدولية التي ترى أن هذا التواصل ليس مهم عملية الموقف التعليمي هو موقف اتصالي الموقف الاتصالي بتفع عما 65% منه عبارة عن تواصل غير لغبي التواصل اللغبي يمثل 35% من أدوات توصيل المعلومة وبالتالي أنا أقول بكلمة بسيطة كده أنه ده مش كلام صحيح لا ده شيء متفق عليه من كل علماء التواصل التعبيرات الوجه وطريق التواصلها للمعلومة إذا معامل رئيسي للنجاح أو الفشل في التواصل لهذه المعلومة هو الذي يكسب المعلومة القوة والروح والذي يكملها والذي يوضحها والذي يعطيها المصدقية طيب هو بس تعقيبا على نقطة حضرتك ذكرتيها مع كامل احترامي يا دكتورة مجدة كل الأمور في العالم يمكننا أن ناقشها ما دمنا في موقع المسائلة الصحفية سواء قانونا أو فكرا أو ما شابه ما تحدثت عنه أنا هو قواعد فقهي لكن حتى الأمور المتعلقة بالفقه والمجتمع نناقشها بالتأكيد دكتور أحمد مهران من فترة ليست بالكثيرة ربما منتصف العام الفائت لما كانت هناك دعاوة من قبل بعض الشخصيات العامة لحضر الانتقاب عموما ما رؤية من وجهة نظر في هذا الأمر كان أنه ضرورة تطهير مؤسسات الدولة وفي القلب منها المؤسسات والهيئات التابعة لوزارات الثقافة والتعليم من كل أشكال التعصب الديني سواء بالممارسة أو بالزي وينظر إلى الانتقاب على أنه أحد هذه المظاهر يعني خلينا أقولك أنه مربط الفرس ربما حضرتك حطيت إيديك دلوقتي على النقطة الحقيقية الرئيسية في الموضوع هو الخلط وعدم التأكد والناس مش فاهمة ومحدش عارف إيه الموضوع البعض يرى أن الأمر متعلق باعتبارات دينية وأن هذا نوع من التشدد الديني والذي يتميز بي أصحاب الفكر السياسي الإسلام السياسي المتشددين لسيامة جماعة الإخوان المسلمين وجماعة السلفية وغيرها والبعض يرى أن الأمر متعلق باعتبارات أمنية وأن هناك حرب على الإرهاب وأن هناك من يستخدم النقاب في التسطر لارتكاب بعض الجرائم وأن مواجهة النقاب هو صورة من صور محاربة الإرهاب والبعض يرى أن الأمر متعلق بحسن سر العملية التعليمية وأن الأمر يتعلق بتحسين المستوى العلمي وتوصيل المعلومة لأن النقاب يحول دون توصيل المعلومة كما يرى البعض الحقيقة أن هذا التناقض هو الذي يحدث اللبس داخل المجتمع المصري والرئيس الجامعة أكد والقرار واضح بأن الأمر لا يتعلق باعتبارات أمنية ليه لا يتعلق باعتبارات أمنية؟ لأن الناس مش عارفة الناس مش قادرة تستوعب أن عضو هيئة التدريس قبل أن يتم تعيينه أصلا معيد في جامعة القاهرة لن يصدر قرار بتعيينه إلا بعد وجود موافقة أمنية لما أمن الدولة يقولوا أنه ممكن ومقبول لتعيينه إذا هو لا ينتمي لأي طيار سياسي لا ينتمي لجماعة أو حركة في مؤسسات حكومية كثيرة بعضها شديد الحساسية لم يمنع ذلك من ظهور الفكر المتشدد والطيارات الراديكالية من قلب أكثر إجهزة الدولة حساسية سواء شرطة، الجيش، تعليم، نقابات إلى آخره وبالتالي الكشف الأمني ليس هو نهاية المطاف لو نتكلم الكلام هذا هو الكلام يبان برضو أنا أسف ما أحترامي لك أنه صحيح لكن الحقيقة غير كده نقابات أقولك ممكن لأن الأمر ملوش شروط ولا ضوابط ولا موافقات أمنية زي نقابة المحامين إنما الشرطة من المستحيل والجيش من المستحيل والجامعة القاهرة والنيابة العامة والقضاء هشام عشماوي جي من فين؟ هشام عشماوي من أين قد؟ لا حضرتك دي أشخاص ربما تم تجندهم فيما بعد لكن ابتداء أن يتم تعيينه وهو هناك أي ملوحظات أمنية على تعيينه هذا أمر مستحيل لأن الناس مش قادرة تستوعب أن عضو هاية التدريس الموجودة خلينا تردك مثلا بواحدة من الموجودين عضو هاية التدريس من المنتقبات التمانين اللي أنا أترفع عنهم اللي أنا محاميهم واحدة منهم بروفاسور أستاذ دكتور في كلية الطب قعدت أكتر من عشرين سنة وهي تدرس وتخرج أجيال وتداوي مرضى وتطيب جراح وهي منتقبة كانت قبل منهم سبع سنين في كلية الطب الأمثلة التي حضرتك ترحتها أمثلة صارخة ومحترمة ما رأيك في ذلك يا دكتورة مجد الحقيقة رأي أننا لا يمكن أن ننظر للنقاب داخل الجامعة من غير ما تكلم عن النقاب النقاب والحالة الأمنية ليس له علاقة أو لا يقتصد أبدا على موافقة أمنية حدثت ولكن بصفة عامة داخل الجامعة وداخل المجتمع الهوية هي الوجه والانتقال حاليا في كل الاعتماد الأمني في الدولة وفي العالم هو على الرقمنا وعلى الكاميرات وعلى رهب الصورة فلا يمكن إثبات خطأ على إنسان خطأ بقى أكاديمي أمني أي جنائي أيا كان إلا بالتعرف على الوجه وإلا يصبح كل القضية لا أساس لها من صحة أو من دليل وبالتالي الموثقة الأمنية مش هي الأساس فالس أنا ليهمني أكثر الجانب الذي تصدره الأستاذة الجامعية للطلبة يعني الإنسان له أكثر من هوية أو له أكثر من انتماء هو إنسان هو أصريقي هو مصري هو عربي هي أنسة هي إنسانة فأنا لما أكون دخل على موقف تعليمي وبتصدر جانب الأنسة أننا التي إذا كشفت وغيرت أصبح فتنة وأن هذا الذي أمامها هو إنسان سوف يستكم بها وليس واحد زي ابنها أو أخوها أو زميلها في موقف تعليمي با فأنا بنق المركز استقل في العملية التواصل دية أنا مضطر أن أتوقف هنا يا دكتورة معتداري لكن أشكركم على هذا النقاش الثري دكتورة ماجدة غنيم الباحثة في الباحثة الأكاديمية أشكر حضرتك شكرا جزيلا وأشكر كذلك الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومحامل منتقبات من عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة شكرا جزيلا لكم والآن إلى نهاية العالم هذا المساء إلى نقاط